المؤامرة سنة قائمة في التاريخ دائما نجد بأن هناك نزاع أو حرب قائمة بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل ونجد بأن معسكر الباطل يوظف شتى السبل والحروب حملات بث الأضاليل والدعايات الكاذبة من أجل توهين جبهة الحق اليوم الحرب الأخطر التي حذر مراراً العلماء منها هي الحرب الثقافية التي تستهدف قيامنا والتي تستهدف إطارنا الاجتماعي ونظمنا الاجتماعية نجد اليوم بأن الغرب المستكبر يحاول توهين مثلاً المؤسسة الزوجية يحاول بث أفكار الشذوذ الجنسي النسوية السرطانية تحاول اللعب بأدمغة النساء وحرفهن عن أدوارهن المقدسة أدوار صناعة الإنسان هذه المؤامرات التي تحاق ضدنا تتطلب منا وعياً ويقضةً من أجل أن نكون على مستوى المواجهة